طب هذا ايش هاذا منظر ماذا ايش كاذب هؤدي ايش يجيبك اشتشوت وانا غتي يفях المساني انسان قالوا انا قالوا cham'و OP انا انا نظيف اللي هبه اقول عني طب هادو ايش انا خوة القبل ما نلعب مع اخيا إني تأو حالية اليويتووب بخيط واحد اسمه جيهادو جيهادو اف اف تعرفوا نعم منسبة الفيديو يقول هذه هي نهاية فري فاير أحب أن تنتابع الفيديو ونعمل الرياكشن نشوف يالله خلينا عشان أصحصح نشوف الرياكشن سواء اوكي اوكي اذا كغائضة فيها اه اقولي اه اي سيدي افضت اوقاتكم بهذا الفيديو حابب اعتبر حالي اني انا عم بحكي مع شركة قرينا ديريكت متل وكأنه هي شخص واقف قدامي بحاب احكيلو عشغلاتي اللي بتصير معانا احنا كستريمر كصانعين محتوى كاي انسان حاب يشرح اي فكرة بسيطة عن لعبة فري فاير كيف صانع المحتوى عم يتعب بشغله وعم بمنتج وعم بيقدم وعم بيفكر وعم بيخطط واخر اشي شركة متل شركة قرينا كيف بتقدر هذا المجهود كيف تتشكر صانعين المحتوى هدول بدنا ناخد بعين الاعتبار شغلات كثير متل ان شركة قرينا ما بتقدم دعم مادي لصانعين المحتوى يعني معانا مثل الشركات كثيرا ماذا معانا يا عبوزو ليت لغة جديدة هدية قرينا ما تقدمش الدعم مادي حتى واحد اقبل المكان يحكي عني الموضوع طول الناس يقول قرينا يا اغوية ما تجيش بلوت يا صعبي بلوت استريك لاني ما بلوس قرينا ما تجيش بلوس طوى اخوي عند القيم من 2018 ينشروا عليها اخوي من 2019 بدان نشر عليها حتى واحد لقال كيف ايش حتى واحد لقال والله يدفع مش بلوس وما مش دعمها بيدي بجيتش بلوت استريك هاي وين اللي منوز يا اخوي شكرا اسماء ما بتعطيهم راجب شهري ما بتعطيهم مقابل مثلا كل فيديو مقابل مادي او كذا لا هي شغلات عن جد مثل ما حكوا شغلات غير ملموسة يلي هما اكواد وجواهر فقط شو هو اللي عم بيصير مع شركة قرينا شو هو اللي عم بيصير بهاللعبة ولوين رايحة هاللعبة وين رايحة فينا الدنيا وين نهاية المطاف بهاللعبة هاي لوين راح نوصل احنا على مدى سنوات طويلة صهر تعب صناعة محتوى ترويج للعبة ترويج لأحداث اللعبة فعليا قدمت كل اشي ممكن صانع محتوى ما يرضى يقدمه مقابل جواهر واكواد واشياء تفهمتل هادي صحيح انو شاركتي مع فريفاير ما ضمنتش دعم يدي مباشرة من جرينا قررت ان انا قرب لعبة ممتشرة جدا بس يعني انظر لي انو عليم عمر نعتبر من المحرضين مفروض انو انا وياكم نحفل مع بعض بهذا النجاح ولكن للأسف بتوقع لي رح يصير هو العكس انو انا بمناسبة ستة مليون محتركة رح عافظ اللعبة واليوتيوب وكله واول اسباب هادي هي شركة غيرين اعلن اني وقعت عقد شراكة جديدة مع لعبة البلودسترايك وهي لعبة بلودسترايك الشراكة مع بلودسترايك ما هيش شراكة عادية احنا نتكلموا على دعم مادي شهري شركة غيرينة اللي هي المؤسسة والمطورة للعبة فريفاير مفروض بدل ما تدعم هذه القناة لا هي بتحارب هذه القناة وحب انو صاحب هذه القناة يعتزل ويترك هذا المجال لكن كما تعرفوا سياسة غيرينة ضد انك تلعب ألعاب منافسة على عكس النات ايز الشركة المطورة للبلودسترايك اللي ما عندهم مش مشكل اني نلعب لعبة فريفاير رغم انهم يقدموا لي راتب شهري في الاخير الشركة بدل ما تقول لي شكرا لأ هي بتحاربني وحابة انو انا اعتزل واترك هذا المجال فهذا اللي انا وصلت له بعد المشاكل اللي صارت اخر فترة بيني وباني بصراحة العرض كان منهم مستحيل اني نرفضه دايان دي مش اول مرة لعب لعبة بلودسترايك يبقى السؤال ليش يا جارينا شو هو الشي اللي حابين انتو توصلو له هل هذا هو الشي اللي وصلنا له هلأ بعد سنين من اللعبة هاللعبة هاي بعد سنين من انكم عم تطوروا بحالكم وعم تحاولوا انو تحسنوا من اللعبة مش كل اشي بالفلوس يا جماعة مش كل اشي بالفلوس احنا ما بنشوف باللعبة هاي دايما احداث جديدة حرق جواهر جديدة سكن واحد بدك تجيبه الاسلاح بدك يكلفك مية ومية وخمسين دولار او يورو فاهم وين اللي فري فير بالموضوع وين اللي فري انا حاب افهم وين كلمة فري بالموضوع بالرغم من هيك صانعين المحتوى امثال علي عمر امثال بي ان ال امثال كتير ناس انشاهروا بفري فير ما عم يطلبوا منكم مصاري لا بالعكس هم حابين اللعبة هم حابين اللعبة حابين يلعبوها وحابين يستمروا فيها وعم بقدموا محتوى اصلا بدون ما انتو يكون في عنكم شارات بس ليش عم نشوف كل هالشغلات الغريبة باللعبة ايش امور الجليتشات ايش امور الهاكرات ايش امور العالمي والدمج الوهمي هادا وين رايح اللعبة انا بس افهم بس وين رايح اللعبة يعني شغلة من الشغلات اللي انتو قدمتوها لصانعين المحتوى انكم انتو فصلتوا السيرفرات تبع البي سي وتبع الموبايل مشان يصير عدل باللعبة طب اوكي ما اختلفنا على راسي بس هل فكرتوا بصانع المحتوى انو عم يقدر يجيب لقطة لحتى يقدر ينزل عليها المحتوى يعني هل فكرتوا بكمية الهاكرات اللي اي انسان عم يلعب بيسيب هاللعبة هاي قديش عم بيواجه هكا هكر بفوت لك من الحيط ومن التلجة بتكون ماشي بأمان الله ما بتحس اللي نزلت هاتشوت بطلع لك من تحت الارض بقليتش بفوت لك بقلب الارض قدامك بكون عدم يسبح بالبحرة بتضلك نصاعد تدمش فيه ما بتقدر تقتله والله صحيح الله المقابل الشي اللي عم تعمله الشركة انو حطيتلك انو انت فيك تبلغ عن الانسان اذا انت حسيته انو هكر ليش سؤال هاي شغلتي انا انا كلاعب بلعبة شغلتي اني انا اشوف هذا الانسان انو هكر ولا لا طيب ماشي انا كل ما واحد يقتلني بالجيم انا كل ما واحد قتلني بالجيم ببلغ عليه اوكي ما اختلف نصير هيك من من كمية الارف اللي عم بشعر فيها خلال لعبة طبعا اخر اشي قلة قليلة من هدول الناس اللي عم تبلغ عليها عم يتبندوا هدول اللي شاعرين البانيلات الرخيصة اللي عملينا هكا الرخيص ابو اليورو والدولار هاد الانسان انا بتذكره منيح لما بلغت عليه كان هو عم يسبح بالبحرة وكان عاعد جبته تقريبا شي اتناش اربعتاشر هيتشوت وما رضيان يموت طبعا كلاتهم فوق الميتان انا بمجرد انه احس انه لعبة هاد الانسان مش طبيعي حتى لو لاعب بيسي يعني انت من خلال اللعب بتصير بتعرف انه هاد الانسان طبيعي ولا مش طبيعي بببلغ انا طبعا قلة قليلة من اللي عم يتبند وقلة ويعني لعب تتوقف حساباتهم اما الباقي مستمرين يعني في ناس انا بعرفها انهم فعلة وهي اصلا بتعترف بهاد الشي وكل يوم بتبلغ عليهم هر ما بصر لهم اشي عندك هاد تبند حساب وعندك هاد تبند حساب ولكن بيبقى السؤال انا شغلتي اني اروح ابلغ على الناس لا يا جماعة الخير انتو فهمين الدنيا غلط انتو المفروض كشركة مطورة وكشركة بتصنع لعبة انتو اللي لازم تشوفوا انتو اللي بتفهموا بالبرمجيات مش احنا يعني كيف ممكن انسان يقدر يهاكر لكم لعبة انتو مخترعينها وانتو معانكم عم بتقدروا توقفوه ما السؤال بيضل انه معناتها انتو اللي ما بدكم توقفوه يعني انتو نشرتوا المرض نشرتوا المرض وعديرا عم نستنوا انه احنا انو حاودوا مبلغ عليهم وتبند حساباتهم لا هذا الشي غلط انا ما بدي اشهر اللقبة دول الناس اللي انفعلين بس يعني هل من الطبيعي انسان يكون حاطط مثلا ايما على الارض او ايما بالصدر يجي يجي يجيبوا كاتشوت طلعوا لي هون بالله عليكم طلعوا انسان وينما عم يضرب طب هذا ايش بالله عليكم هذا يعني لا لا هذا فيكسر يجيبوا كاتشوت طلعوا لي هون بالله عليكم طلعوا انسان وينما عم يضرب قالوا اينا قالوا اينا اخوة قالوا شو سر 99.6 هذي هاتشوت غريم وين لا انا نظيف اللي يحب يقول عني هاكر هاكر طب هذا ايش بالله عليكم هذا منظر يعني الوقاحة الي وصلت بهذول عالم الوقاحة الي وصلت بهذول عالم ياخوة انان مرات بكون عم بقلب باللايفات بلايا انسان مفعل الهاكر وكذا واحد عم يلعب عم بورجه كيفو بيلعب عن طريق الهاكر كيفا عائد عم بيشوف الناس كيفا عائد عم يقدر يجي يجايبهم هاتشوت و عم بقول ان انا بتحداكم حياجبus ب equilibrium 40 كل وين الشركة من هذا الشى يا اخوة وين الشركة من هذا الشى eu na nفسى افهم المشكلة والمحزن بهذا الموضوع انه هاي اللعبة الى شعبية جدا كبيرة لانه في ناس رح تيش تحكي لي اوكي انه ما بيهتموا فينا لانه احنا عرب وكذا اخوان في عنكم فوق العشرين مليون شخص بيلعب لعبة في فير بالشرق الاوسط بسيرفر ميناء هاي طبعا ارقام قديمة انا بعرفها هذا الرقم اقل بكتير من الواقع يعني كشركة جارينا انتو خلينا نحكي احنا التسعة عشر مليون من هدول الناس ما بيشحنوا في عنكم مليون شخص قاعدة يشحن بهذا السيرفر طيب تعطوه شوية اهمية تعطوه يعني شوية تحسين احنا ما بدنا اشي بس يعني انتو وصلتوا لنقطة هلا انو صانعين محتوى اكبار باللعبة عنكم قررت تعتزل وقررت تروح تدور على لعبة تانية محترمة لحتى تقدر تلعب فيها جيم وتنزل عليه محتوى طب ما ليش مو قلتوا هيك خسرين ولا لا انا هاد الشي اللي بدي افهمه وبيبقى عنكم السؤال اخواتي هل وصلنا لنهاية هاي اللعبة يعني عن جد وصل فينا الحال انه خلاص هاي اللعبة ننساها نحذفها أنا واحد من الناس بقول دايما رايي وبحس انه اغلب الناس بتوافقين بهاي الرأي شو رايك انت يا اخوة عبوه عبوه خلاص انكمل مسيرتنا ولا لا لا يا اخوة شوف ااااااااا اشننقولك انا سحبي الله يهدئوك اهو ان شاء الله اخوة الايام القادمة تكون احسن في لعبة فريفاير لكنه وللك مستقبل مع لعاب اخرى لا ماذا يرى طبيعة الشركات اصلا انها لا تحتم بالفعل القليلة نعم او قبص شوف احنا كلنا بنعرف انه سياسة فريفير كثير ناتشل اقولك له ايش ايش هاتيني ايش انا فى اندي اولاد اختي عمرهم خمس سنين ست سنين ووافى سبع سنين كيف هذول عرفوا لعبة فريفير وصاروا يلعبوها كيف ايش أنا نفسي مش عارف فجأة كلهم بفوت على الغرفة بلقهم كلهم بقعدين بلعب في رفاق طب كيف عارفوا هاي اللعبة إذن سياسة اللعبة ناجحة وقدرينها تنشروا اللعبة حتى في ناس هؤلاء اللي مش عارفين السؤال في بعضهم مش عارفين يكتبوا وقعدين بلعبوا اللعبة صحيح لا لا قليمك صحيح أخويا اللعبة منتشرة بشكل رهيب أخويا طبيعية لعبة عندها أكثر من مليار تحميد هذا معقول جدا ولكن هناك حاجات يا صديقي عبود يعني فما تباطأ من الشركة في ردات الفعل على مواضيع يصرتون أنت تعرف يا عبود أكثر حاجة تنجم تحطم الجيم وتنجم تكره اللعبين في الجيم هم الهاكرز صحيح فهمت طو السؤال هو يطرح نفسه صراحة أنا مش نقول لك أخويا كلمة صريحة الكيوم تلعبين الهاتف مع تلوين يلعبوا الهواتف وكذا يعتبر نظيف نسبة 95% يعني خليل جدا ويني يقابلك هاكر في طرح متاع التليفونات يعني هم أه هم على الموبايليات شغالين شغل كويس يعني في الموبايليات بالنسبة لهي لعبة متاع تليفون تعتبر فهم التركيز متل مصبوب على الهواتف معناتها أه كم نقولوا احنا مكافحين الهاكرز بالهاتف أوكي طو بنسبة نقولوا احنا 95% ولكن أخويا فهمة كم نقولوا احنا أه ردة فعل بطيئة بالنسبة للليعبين يلعبوا بالالبنية او بالمحاكيات فهمت يعني تتليها رواحة عندما تدخل لكيوم بتاع البيس أيت تلقائها كل هاكر جيا يعني مفهمش لعب يمكن نص لقيم تلقائها هاكر حاجة عادية تعال التبقى السكوات لأربعة هاكر ونحن شفت جديد على الريلز أو على التكتوك والله يا ناس أنه خمسين من اللي هبين البي سي بلعبه بشكل غير طبيعي صحيح حتى أكثر